النازل الاهلي النهاردة عنده مواجهة حسمة مع شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا فوز الاهلي النهاردة حيكون مهم جدا خصوصا بعد انخفاض المستوى الفترة الفاتت وحصيلة النتائج اللي كانت موجودة معنا الفترة اللي فاتت الاهلي عنده أربع نقاط بيتصدر المجموعة وفوزه النهاردة بيضمن لي التأهل بنسبة 80% خلينا نتكلم أكتر عن مباراة الأهلي وكمان مباراة الأندية المصرية الأخرى مع محمد عباس الناقد الرياضي اللي منوارنا صباح الخير عليك محمد صباح الخير عليكم مباركي كل دمام الحمد لله طيب النهاردة الأهلي عنده مباراة وما هيش مباراة سهلة بالمناسبة في ظل المستوى المشراضي جمهيري ناد الأهلي خلال الفترة اللي فات شايف ازاي الأهلي استعدل هذه المباراة؟ اه مش صعب مش عشان النتائج عشان الناس محسسها برضو يعني ما بيتكلموا على الأهلي دلوقتي بيحسسني موضوع كارسي أو النتائج كارسي يعني لا الأهلي متصدر في الدوري ماشي متصدر في أفريقيا فيش مشكلة بس المشكلة بقى أن انت الجميع ممكن فاهم كورة شوية في مصر واكتر يعني فالناس عارفة أن الأداء ده هيودينا النتائج وحشي الأداء هو اللي مش كورسي والمواتش الصعب لأن انت بتواجه أقوى فريق عندك في المجموعة قبل ما المجموعة تبدأ لأن مع البداية المجموعة ومنشان اللي تلعبه عرفنا أن ميدياما الفريق اللي من غنة اللي جديد على المجموعة وجديد على البطول العامة يعني قدم مستوى هاي لغدراتي وقدم نفسه أن هو أحسن فريق لعب كورة في المجموعة عصب بس أنت بتلعب منافس المباشر لك قبل ما مجموعة تتلعب بلوزداد فيه كويس فريق منضابط جدا فالأهلي لازم نهاردة متحيالي هم موضوع كل أوربها ساعة يعني أنا متحيالي لازم الجمهور يغطب جول فورو الضغط لازم تجيبون في الأول الأهلي لنهاردة إنا بدي محاضرة لعبت الأهلي بصص نزلوا كلهم ملعب لازم تجيبون في الأول الفرقة الجزائرية الفرقة إشارة الأفريقية عامة وفريق الجزائري خاصة والفرقة اللي بتعب تعمل أداء من ضبط تكتكين لما بيكونوا في حالتهم يعني وبلوزداد في حالتهم من الفترة دي الناس دي بتعب دفاعك ويبتدي ذيك في مناطق دفاعاتك بعد نصف ساعة مثلا لما ينخش في الجامي وفي الأوقات اللي انت بتفكر تركيزك فيها اللي هي بتبقى آخر دقايق من الشرط الأول أول الشرط الثاني الوقت اللي انت ضغط فيه قوي هو بيعرف فيه اختفك في واحد لازم اللي قد يكون متقدم عشان الجمهور يبتدي يسندك ما يتقلبش عليك الجمهور يبتدي ما يفكرتش الثقة فيك وانت تاخد الثقة وتهد الحتة دي فيه هو ما عرفش يلعب عليك طب ولو ما حصلش في الأول الجندة الضغط لازم لعبتالي نفس عام مع الضغط ما يبقاش في لها وجه لان انا باخد بالي هو الفترة اللي فاتت اللعيب المصرية عامة مش لعبتالي باس او ما بتزنق في النتيجة اللعيب بتستعجل جدا مش مش سرعة تنفيذ الهجمة يلا بينا بقى اي حاجة وتحس ان اللي بيشوت مبقاش يشوت وان اللي بيشوتش بيشوت عاف اللي هو فيه لغبتك لا لازم لابتالي تبع عرفها كويس بابو يحضر نفسها ان لو موضوعات اخر احنا ما نستعجلش لان هما ما بيستعجلوش لان هما بيلعبوا كورة منضبطة جدا بس فيه نقطة النهاردة ممكن نقول للناس تطمن جميل اهلي شوية هي دي التريك او دي الزاتورة بتاعت المواتش يعني ان النهاردة الباك الشمال والمدافع الشمال بتوع فريق ازاري العوافر الباك الشمال والمدافع الشمال ده اسمه شعيب كداد حاجة على انت انو بيش عبوه شوفنا البودل ابتواهم الموتش اللي فات مش احسن حاجة يعني الباك شمالك الناشئ اسمه شامس الدين باين فيه مدافع الشمال اسمه اشرف بودراما كاريسي كاريسي كويس لا كاريسي وحش جدا ده حاجة بقولك تفرح جموء الأهل كاريسي أشرف بدراما ده يعني مثالي بيرستاو النهار ده مثلا اللعب عليه أول عيب ده وسط ملعب اللي بيكمل إمام مثلا أو حاجة ما يكملش شمال يكمل يمين يمين الأهل اللي هو شماله ما هم الحتة دي فيها مشاكل كبيرة دي العب فين موقع فين؟ مدافع الشمال والباك الشمال اللي جنبه اللي اتنمش هيلعبه القسطين والاحتياطيين المدافع الشمال الوحش قوي والباك الشمال اللي يغطي عليه هو ناشئ ولد صغير فمش عارف يغطي أحطاء دي مفروض يعني متهيالي كمان تكملت لعبة توسط ملعب الأهلي لازم يكون عندهم الزكاء الكافية لأ اتحرك عند الراجل ده الراجل ده بيطلقه فمتهيالي الأهلي نور ده بتضغط عليه مع الجمهور وكده واضح أن الراجل عنده مشاكل يعني الراجل ده بالذات والباك الشمال طبعا معندوش خبرات كافية يغطي عليه طيب كولر مؤخرا بقى فيه كلام كتير حواليه وحواليه طريقة إدارته للمباريات والناس برضو مش مبسوطة أكتر حاجة يعني بالتزامن مع النتائج اللي مش بسطة جمهور الأهلي احنا متخيلين ان القايمة الكولر متوقع انه يلعب بيها خصوصا ان احنا سمعنا ان مادست ممكن يرجع او يراجع بالفعل فيه استبعادات كتير يا إما الإصابة يا إما كمان العدم توفر المستوى او الفني متخالن من شكل القايمة النهاردة هيكلمين التشكيلة اللي هيلعب بيها كل رعادي بس هو في اسمين هو في اسم فيهم استبعيدوا من سفرية كاس العمل لندية وفي اسم تاني هو مخرجه النهاردة من المطش متقالي أكرم توفيق وعبدالقادر الناس كلها بتتكلم عن الاسمين دول يعني وهو بيقلل الحلول عنده أنا شايف اكيد كلها يعني يستاهل الانتقاض بس الناس سكتة وكلب لو لعب مطش حلو أو يقدم كاس العمل لندية حلو الناس تنسى ده الناس بتنسى فكورة بس هو قرار صحة وغلط متالي تجنيبه الأكرم توفيق الفترة دي وعبدالقادر ما عرفش مكتنع بدا بصراحة عبدالقادر بيدي حلول وبيع في العب مطشات الكبيرة عام مثلا عبدالقادر ممكن يتدلع في مطش صغير مطشات الكبيرة بيعرفيها كعبس وأكرم توفيق عمص بقوة عندك هو مجنب الاتنين دول جدا وبين في كاس عامل انداء كمان في القايمة اللي بعت هل أكرم راجع بقوته بعد الإصابة؟ منتازم تتديله عشان يرجع بقوته يعني انت موالعيب راجع من الإصابة طويلة بتتديله وقامتش اثنين ونص ساعة لا هون بدلوش هو واضح ان هون مش مش مكتنع فيه مشكلة فنية يعني هون مش مكتنع بيه ودي مشكلة انت بتقصب يعني بتقلل الخيارات اللي عندك وانت قرد يعمل عندك مشاكل يعني في الأداء مش بتعب حلو قوي فزود حتى الدكة يعني راضي الناس جربهم كبستو مبيلعبش هو كل رابع عنده استنادي فيه شوات مشاكل وعنده حاجات كده سابتة في كل مباراة انك نغيرها الماتش الأخير التغيرات بتاعته تغيرات بتاعته بعد الدقيقة الـ 60-65 متأخر جدا وقناعات كده في لعبة معينة وفيه تغيرات سابتة كمان ومحفوظة ومعروفة السنة اللي فاتت خد كل حاجة عام مصم أسطوبي زي ما هو قال فلازم هو ما يجي استنادي ويجرب او يكمل عنده مسلا في حاجة معينة متبقاش قادر تكلمه قوي غير لما يخسر حاجة مهمة يعني يخسر حاجة نتيجة اه نتيجة كبيرة مسلا او بطولة كانت مضمونة مسلا لازم تقدي فيها انما لغاية دلوقتي هو رجل ممكن انتقضه في أول وقع لي ماتش بتاع سان داونز وبطولة الدابي الأفريكي انما غير كده معا ما فيش كارسة يعني فهم وما نتمناش بها في كارسة سواء مفيش كارسة عشان يكلموا فيها بس شكل الأداء يقلق لو كل ما عايبش يشتغل يرجع تاني لتسان اللي فاتت مريح يعني هو شواء بعد البطولات اللي خدت السان اللي فاتت او حس اوه يعني حتى كلامه في المطورات اوه حتى اللي بتعبان اما دي دي حجة اللي هو يعني اي حد في العالم اول ما بيتعادل يتغلب ماتش يقولك اللي بتعبان اللي يقلق اوه احنا مش مود مكسب اوه مجهد يعني يقصب اوه حجة كالهوك انت متعملش بيوتاش اوه اوه انت اللي اختارت مودست بديل الكهربة طب خلينا اخد بقى قصة مودست دي مودست رجع تاني ونازل برغم ان الناس مش يعني اوه لا اختيار اختيار سيء مفيش حق الكرة مفيش لمس عجبيتك طيب لمودست نقدر نبني عليها مثلا انت طبعا هتكون فهم اكتر مني يعني مينخارط شوية مع الفريق والناس بتقدر جدا حتى اللي بيكتهد حتى يعني سامسون مع الزمالك مع اختلاف التجربة يعني بس الرجل لما لعب ماتش وماتشينه وبيجري شوية ولا حاجة لقى ناس دافع عنه فهم مودست بيلعب على الوقت فيه مشكلة كبيرة يعني هو بيلعب مش بيبدي موجود حتى فالناس ما هوم دي قدراته يعني مش عايب فهمش عايز يلعب بايمة فيه حاجة بس طبعا حق يعني حق الناس علي ان هم ميتعطفوش معا رجل ما بيجريش ما بيورينيش ان هو عايز يتعب يعني فهم الفرق انا حتى لو مش مشي معايا هنزل للملعب اهين نفسي يعني فيه حاجة في الكواس ما اهين نفسي هو بيعملش ده هو واقف فا ازعلوا ازعلوا انتوا فموضة صعب جدا سلبي اكتر مما ينبغي مش بيحاول يسعى كورو مش بيحاول يشتغل على نفسه وده جايب السلب عليك اقربة ان هو مطلوب منه يلعب كل مطش ويلعب عادة دقيق اكتر حاول اجابة فيها صلاح محصن ومعرفش الاهلي عنه مشكلة في الحياة اللي قدام دي وامتالي في ينايف لو الاهلي هيدعم هو اول مركز الهجوم يعني طيب امام عشور لما نزل المباراة وبعدين خرج ونزل مكان وافشة وبقعد من البراد يبدأ بافشة ولا ممكن يبدأ برضو امام وسبب برضو تراجع مستئمام عشور خلال الفترة الناقلة كانت صعبة السبب الواضح ان الناقلة كانت صعبة ولكن متالي ماتش ذا ده امام اهم بكتبه يعني متالي ممكن يبدأ ابدأ بالاثنين لو انا اللي بختار ابدأ بالاثنين انا عايز اضغطهم بس هوا عمتا امام اهم بكتبه بص في المنشطة الكبيرة او منشطة اللي زي دي مع الفرق المنضبط تكتيكيا اللي جاء من شمال افريكا السلاح التزديد لكم واحدة لان انت في الكاره عبدية مش هتعرف قوي كوريات العبدية هم وقفين صح دايما هم اطولهم بتبع امام هايزة جدا انما انت في التزديد مبارا انا ماتشو عفول لازم اشوت شوت كتير مين احسن الواحد بيشوت في الاهلي امام عشو بس ايه بقى ماتشو يلع يعني بتيجي كده مين اللعيب اللي يقدر يعمل الحاجة اللي انا عايز اعمالها في الماتشو دا هلعب مرتدة مثلا مين اللعيب اللي يعف يجري في المرتدة سلاح محسن ألعب صح محسن كده فمين اللي بيشوت؟ امام عشو فامام اكيد مهم جدا ناردي ويا بيتي بقى امامه افشن يعني متهالي واحد بس عدايه مثلا كفاية واحد يعمل المساندة اللي هي الدفاعية نفس تشكيل يعني بس هوا بها يدي بيرسي وكهربا امام مهمة عند الناس اللي قدام مين فبيرسي وحسين وكهربا مرون وديانج وواحد من الاثنين امام وقفشة بس هوا متهالي امامي يعني انا لو بلعب مصلحة الاهل يعني يكون امام وقفشة الاثنين واحد بس مرون وديانج مش محتاج ده مش محتاج اقاف ورقوي بس الباقي يا حواس معروف الاثنين اللي سلام في قلب الدفاع اللي موجودين بعد إصابة عب منام وهاني ومعلون متهالي لازم يدي بس شوية يقول لك كلام للناس على الحتة الشمال يعني بفكر بالناس دايما لأن الاهل النهارد لو جاب جون متهالي 80 سنين في ماء هيجي جون من المكان ده اللي هو ما عايفش يعالجها ومتهالي حد آخر كانوا بيلعب بنفس العيب هو العيب ما معرفش مستوى عامل ازايك بس هو سايق جدا خلينا نروح بقى لبيراميدز وسونداونز متوقعين احنا نشوف مباراة حلوة بس دايما بيبقى في حاجز كده موجودة عند بيراميدز عنده قاسمي تقيلة وعنده قاسمي كبيرة وعنده نجوم لكن دايما الاداء بيبقى فيه الشخصية شيء ما مش موجود في المباراة مش بيخلينا مبسوطين وحنا نتفرق الشخصية الحاجة اللي موجودة عند الاهلي وزمانك في أي بطولة أفركابية بيخشوها الحاجة اللي بره بتخلينا نستنى من رامد وليفربول في سيميلان يلعبوا بطولة أوروبية قوية حتى لو وضعوهم في الدورة مش كويس احنا عدنا فقط في عشر سنين مثلا من نشوف ليفربول سيميلان وهو رابع الدولة ما بينافسش خالص الشخصية دي بتبني مع سنين بيراميدز عنده مشكلة لو عنده مشكلة وحيدة في الشخصية وبطء قلوب الدفاع شوية بطء قلوب الدفاع علي جابر أو أحمد ثاني عندهم بطء شوية غير كده احنا عفين بيراميدز عنده قايمة هائلة بس هو وضعت نفسه في المجموعة دي لو بدأ بداي كويس قوي المشكلة وردت نفسه موتش التاني نوازيبو فريق صغير هو أقل في المجموعة وانا بتخانق في ثلاث فريق عقوية جدا فمعاي في بيتين زيي بالزبط مزين بي وصنداونز كسبت مزين بي ما تغلبش من نوازيبو ما ينفعش فريق الأقل فلو وردت نفسي ان انا محتاج ان انا متغلبش من سنداونز الموتش ده وصنداونز وثلاثة العصر زكترات مش توطيفة مع مصريين ماشي ازاي يعني الساعة ثلاثة العصر لو سألتي اي مشجع كرة مصري قلتوله سنداونز الساعة ثلاثة العصر دي بتاعة ثلاثة العصر طيب يا رائد في الكرة اللي بيقدمها سنداونز خلال الفتر اللي فات يعني من سبعة تامل سنين مكناش نسمع عنه دلوقتي ظهر فريق وفريق قوي وبينافس يعني وبينافس على البطولة واداءه يمكن نادى الاهلي كنت تدرت انت يسه بتتكلم في الموضوع ده النادي الاهلي دايما عنده بيتعثر دايما قدام سنداونز انت مش الاهلي بس والله قلت ثلاثة العصر دي قلتو مشجع مصري لان حتى الزمالك بردو راحناك خادت ثلاثة والاهلي خمسة يعني هو فريده ساعة ثلاثة العصر بموضوع مشكلة في توقيت يعني؟ المعاد ده بقى ورحش عند المصريين هل التوقيت ده مثلا مجهد بالنسبة اللعيب المصريين؟ بص هو فيه شوية ان احنا طبعا مشتعودين للعب الصبح بس هم وضعمش كده احنا طبعا موضوع فريده اصلا فالبناء المتزلحينين لعبوا ساعة ثلاثة العصر بس لا الناس دي بتاعب كرة مطورة جدا حتى بيجي لعمعك في الليل وبيلعب كرة عليك دي منظومة دي منظومة اتبنت باساس علمي فالناس دي اشتغلت صح من زمان جدا من اكثر من عشرة سنين فهم بدلوقتي بياخدوا ده بياخدوا بقى بياجنوا سمار ده الناس دي في 2015 الناس دي وصلت ومعامل منشعة الزمالك ساعتها كان اوما نسمع في النهائي الكسبوم الزمالك كان اوما نسمع لهم بس الناس دي كانت مخططة قبلها ترات عبع سنين وده كان مكسب سريع كمش عاملين حسابه هم عاملين حساب اللي بيحصل دلوقتي ان المنظومة بنشئينها بتعاقدات الناس حاطين سكاوتنج كشفين بيجيبوا لعبه من عميكة الجنوبية بمئة الف ومتين الف دولر اللعيب بيوصل سعبر 5 مليون في سنة سنتين فعندهم كشفين بيجيبوا اسفقات مهمة جدا منظومة اي لعيب عندهم بيلعب نفس الكرة اللي هم عايزين لعبوها وبيبيع هو كل سنة بيبيع اتنين لعيبة تلاتة لعيبة عادي هو بيلعب نفس لعيبه وانت بتكسب بقفة بتكسب فلوس بص منظومة الخطة هي دي الشخصية اللي بتتكلم عليه هي دي شخصية اللي بتقول انها نقصة بعض الفرق المصري اه طبعا مدار سنين بتبني السنة دي مثلا عملنا بطولة كويسة يعني مديعمة ده مثلا ففيه لعب كولة كويسة والله يوصل قبل النهائي لو مش موضوع مش مدروس او مش بحطط له خطة السنة الجاية مش حيبة موجود مديام فمش هيبني شخصية انما سانداونز عمله 2015 قدام الزماني بطولة هيلة او 2016 يجي 2017 انا عايز اوصل سمي في عينال 18 انا عايز اوصل سمي انا هفضل وسط الكبار انا ببني شخصية فبقى فيه لعيبة عندي مثلا خمس ستة لعيبة من الفترة دي الحد دلوقتي هو كابتن هو لعب له بتاع 3 انهائي و 2 سمي في عينالو شخصية ده اللي ببني طبعا معلول الشمناوي اللي سامي في الاهلي عندها الشخصية الفانيلا دي واللعيبة الكبار في الفانيلا دي عندهم شخصية كبير طيب الزمالك بيظهر بشكل كويس جدا خلال الفترة اللي فات رغم كل الصعوبات اللي بيوجهها انه دي لكن عنده مباره مهمة في الكونفدراليه ازاي بتشوف هو زمالك عمل حاجة غريبة جدا لو سألت اي زمالكاوي انت مصدق اللي بقى صدقها هاكيب هلقوله عنقار الخلي وافي والزمالك يطلع بمكسب ستة بنت في اول ماتشين يعني موضوع صعب جدا مابتحصلش حصلت عمل عليه معتمة جمال جدا كابتن معتمة جمال اربع مكسب في البطرات كلها بس الماتش الجاي ده تهالي هو ده اللي يخليك مرتاح باية المجموعات بأخوص هو اخد نفسك ومرتاحه مش مضغوط خلص اولا ازاي مالك محتاج يكمل في المكسب عشان كابتن معتمة جمال يعدي الفترة الانتقالية دي لحد ما يبقى فيه فتح القيد او يناري يجي يعني اي ماتش هيتلاعب هو مهم ايا ان كلمه نفسه كمان بقى بالتبعية ده الفريق الوحيد اللي ممكن يعمل لك مشاكل في المجموعة لو وقعك هنا انت هتروح له هو فريق الوحيد اللي يقدر ينفسك لعب معاك قبل كده ففريق اللي مصدق نفسه شوية في المجموعة لان فريق سوار واضح هو النوع اكاديمية لتسويق اللعيبة مش مهتمة بالكورة يعني وابو سليم معنده مش خبر سجرادة ده اللي لعب معاك قبل كده اللازم ازاي مالك بخش في الجيم وازاي مالك لما بيخش في الجيم بقدري خلاص الموضوع بي سهري جدا اكتر بقى من ماتش له لان هي لما بتبتدي تضيع فرصة اثنين بتصع بديني عليه اكتر الزمالك بيطوط لحاجات تاريخية بيطوط فمهمة جدا الجنف الاول سجرادة بالعب وكورة بس متهالي لأ ماتش بالحالة الفنية والنفسية اللي عند لابت الزمالك دي لاتي الزمالك ماتش دا سهل طيب وفيوتشر فيوتشر خلاص يعني متهالي فيوتشر خلاصها يعني في المجموعة بتاعته الوضع سهل جدا الوضع رطيب جدا هو يمكن اعقد وضع في الفرق المصورية هو فيوتشر بيقدم بطولة هايلا والزامج بطولة هايلا يمكن الكنفترالية مكفيش تنافس قوي فكرة الصعود من المجموعات يعني حتى الفرق التانية الافريقية التونسي برضو ضمن خلاص الفكرة كلها هناك الاهلي برضو موقفه قويس جدا الناس مع عدائي جاوي بس الموضوع مسهل والجونيان كافريكانز لما جاش في آخر دي يا خلاص الفكرة كلها الافريقية المصورية عندها مشكلة الافريقية لان انت معاك مش معاك فريق واحد بس بتنفسه انت معاك فريتين اقوية جدا وانت دخلت الفريق التالت في اللعب فالله ده صعب بيرمز اللي بتغلبش فيه بيرمز زوزه طيب لو هنرجع بس للزمالك مرة تانية تقييمك لتجربة كابتن معتماء الجمال خلال الفترة القصيرة دي وهل الموضوع متوقف على مدرب او مدير فني ولا روح اللي عيب نفسه خمسين خمسين متوقفش مش تامل حاجة اللي انا مش عايزة بس فيه حاجة تانية انت بتكلم مع عصدك لها فيه والله يمبرح قبل انشلطي مع ريا مدريد قالولو مش هنجيب صفاقات مثلا اللي انت عايزها اوه عندك مشاكل بيجيله اصابة مثلا اتأمي اتنين في المنظومة الدفاعية بيجيلهم صليبي اول يوم في الموسم الراجل ده بيلعب الكرة السهلة فيه مدرسة بتاع الجورديولا او الكرة الصعبة وفلسفها ونعمل واوه بس فيه حاجة تانية اللي هي انت عايز ايه عايز اكسب اوه يتكسب كده الكابتور ماتب الجمال كان مطلوب منه يعمل ده هو عادي فيه يعمل ده الناس مش مرادة على فكرة كيمة ده مش لازم العبك بكشمال الحر بيبقى تحول لباس حبة في الهجمة مش عارف الديعي كام مش لازم اعمل خزعبلات يعني لا السهلة هنقف هنقف صح وهنلعب كبس سهلة وهنكسب اربع متشهر بابع مكسب منهم ماتش سيمي فاينال كاس ماتشين في افريقيا عقدة تاريخية انت بتعاش تكسب في المجموعات في الاول لا تمام وماتشو صعبر جدا في الدوري والفيوتشور يعني التجربة ناكحة مش مئة في مئة مليون في مئة حتى لو هو عافية الامة اللي عيبة والروحة اللي كسبت مئة في مئة اكيد كل شكرا ليك محمد عباس النقد رياضي شكرا جزيلا ليك